بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس جديد تحت عنوان كشف جمود استراتيجيات جان في التداول لكي نفهم أفكار جان وكيفية استخدامه الرياضيات في التداول حسب رأي الشخصي أن وليم جان لم يكن لديه أسرار في التداول كل الموضوع أن استراتيجيات وليم جان ليس بمقدور أي أحد من المتداولين أن يستوعبها أو يفهمها إلا إذا كان لديه ثلاث خلفيات علمية عميقة وغير سطحية الأولى خلفية علمية رياضية الثانية خلفية علمية فيزيائية بالتبعية الثالثة خلفية علمية فلكية بعيدا عن التنجيم ومعرفة الغيب ومن وجهة نظري أن المتداول العادي صاحب رأس المال ليس من الضروري أن يكون ملما بهذه العلوم إلماما تاما فبإمكانه أن ينحي استراتيجيات جان جانبا ويتداول بغيرها من الاستراتيجيات التي ما أكثرها لكنني على وجه التحديد في هذه السلسلة أخص الذين يهتمون بدراسة استراتيجيات جان حتى ولو من باب الفضول العلمي لمعرفة كيف كان يفكر هذا الرجل المتداول العادي غير مطالب بإدراك هذه الخلفيات الثلاثة لأنها وكما قلت صعبة جدا وتتطلب كثيرا من المجهود والوقت حتى يتم فهمها وتطبيقها على الوجه الصحيح ومن وجهة نظري أن غير المتخصصين في علم الرياضيات سيجدون صعوبة كبيرة جدا في فهم استراتيجيات جانبا وطريقته في التداول وخاصة فيما يتعلق بزوايا جان ولو أوتي المتداول أعلى الشهادات العلمية في الاقتصاد إن لم يكن متعمقا في علم الرياضيات والفيزياء وفهمهما فهما عميقا غير سطحيا فلن يستطيع الوصول إلى المقصود الحقيقي والأساس العلمي الصحيح الذي كان يبنى عليه جان استراتيجياته وأنا وبفضل الله وقد أنضيت قرابة أربعين عاما في دراسة وتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية أرى أنني في إمكاني أن أفيدك أيها المتداول في هذا المجال ولكن بعدة شروط منها واحد أن تكون فعلا حابب أن تدرس دوايا جان حتى وإن لم تستخدمها في التداول من قبيل محاولة فهم غمود وأسرار هذا الرجل اثنين أن يكون لديك الصبر الكافي في المتابعة والمثابرة في التعلم لأن الأمر سيتطلب بعض الوقت إلى حد ما رقم ثلاثة سنحاول على قدر الإمكان أن نبسط المعلومة بما يتناسب حتى مع غير المتخصصين في الرياضيات والفيزياء سنبدأ في الشرح المبسط وفي حالة غموض أي معلومة اكتب لي في التعليقات وسنحاول إن شاء الله الرد في أقرب وقت مبدئيا وقبل الخوض في هذا الموضوع وهو زوايا جان وكيفية استخدامها في التداول باستخدام استراتيجيات التحليل الزمني والفلكي لابد من معرفة بعض المفاهيم والتعريف الرياضية الأساسية رقم واحد مفهوم النقطة في نظام إحداث متعامد وفي الفراغ اثنين مفهوم القطعة المستقيمة والشعاع والخط المستقيم ثلاثة مفهوم الزاوية والتعريف الصحيح للزاوية وأنواع الزوايا وكيف تقاس الزاوية قياسا صحيحا أربعة دائرة الوحدة عند جان المقسمة إلى تلتمائة وستين درجة هناخد تعرفها وتقسمها وكيف يمكن رسم الأشكال الهندسية داخلها مثل المربع والمستطيل والشكل الخماسي والسداسي إلى آخره رقم خمسة الدائرة الزمنية عند وليام جان وكذلك رقم ستة الدائرة الفلكية رقم سبعة ربط الدائر الثلاثة معا دائرة الوحدة والدائرة الزمنية والدائرة الفلكية رقم تمانية كيفية التدول من خلال استراتيجيات جان باستخدام الزمان والمكان والتحليل الفلكي أخي الفاضل كانت هذه هي مقدمة الكورس وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تحت عنوان مفهوم النقطة في النظام الإحداثي المتعامد عند ديكارت لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلاموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر